معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد سيد معن الهيتي رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات مرحبا بك سيد معن لو نبدأ بالاجتماع العبادي مع أعضاء مجلس المفوضية أبرز ما دار في هذا الاجتماع لو تجمله لنا أهلا وسهلا بكم وشكرا لحضرتك ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام ابتداء سيد الكريم اليوم كان هناك اجتماع ما بين مجلس المفوضين والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين بالمحافظات التي تعرضت لعصابات داعش الإرهابية تحديدا محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وبعض المناطق الأخرى التي شهدت مناطق توتر النزاع في مقاتلة عصابات داعش الإرهابية لغرض بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز إجراءات المفوضية ودعمها بتوزيع بطاقات الناخبين على النازحين في أماكن نزوحهم وخصوصا كان التركيز على بذل جهود استثنائية من قبل الوزارات المعنية لتسهيل عمل المفوضية في محافظة الموصل كما تعلم سيد الكريم محافظة الموصل تم إعادة طباعة جميع بطاقات الناخبين الخاصة فيها وبدأت حملة التوزيع ابتداء من يوم خمسة ثلاثة ومستمرين إلى ما قبل الانتخابات في مدة عشرة أيام نتوقف على توزيع البطاقة عدد ناخبين الموصل يبلغ مليونيا ومتيان وواحد وثمانين ألف ناخب هؤلاء تم جميعهم طباعة بطاقات الناخبين لهم بشكل جديد طيب طالما توقفت على هذه النقطة سيد معا هناك يحتاج تضافر جهود الحكومة لو توضح لنا السبب لماذا تم إعادة طباعة بطاقات الناخبين في الموصل في نينوة كما تعلم سيد الكريم محافظة الموصل عندما احتلتها عصابات داعش تعرضت لهجم شرسة بإطلاف البنى التحتية ومن ضمنها المخازن التابعة المفوضية العلية المستقلة للانتخابات وأيضا تم مصادرة جميع البطاقات من أيدي الناخبين الذين لادوا بالفرار من القتل من عصابات داعش باعتبار هذه البطاقات هي مستمسكات رسمية لدى الناخب العراقي فخوفا من الناخب تم مصادرتها من قبل تلك العصابات أو قتلهم على الهوية بسبب امتلاكهم لبطاقة الناخب وبالتالي فقدت كميات كبيرة من بطاقات الناخبين لناخبين محافظة نينوة فبالتالي يجب على المفوضية تعطيل البطاقات القديمة التي استولت عليها عصابات داعش ومن ثم بدأنا منذ شهرين باطباعة بطاقات جديدة وتم وصولها إلى مخازن مكتب المحافظة في يوم واحد ثلاثة وبدأت عملية التوزيع في يوم خمسة ثلاثة وصلت كلها سيد معا يعني هناك السيد أسامة النجيفي يقول سنواجه مشكلة لأن أعداد نفوس نينوة كبير ولن يستطيع أغلب الناخبين داخل نينوة الانتخاب نعم نحن كمفوضية انتخابات وضعنا جميع السبل الكفيلة بعملية توزيع بطاقة الناخب وفتح منافذ إضافية لعموم مراكز محافظة نينوة البالغ عددها 144 مركز تسجيل واليوم في اجتماعنا مع الحكومة تم التوجيه من قبل الحكومة بإسناد المهمة والإسناد من قبل المراكز التابعة إلى وزارة التربية والمدارس الخاصة بتهيئة الظروف والمنافذ اللازمة لانتشارها على جميع عموم النازحين داخل المحافظة وخارج المحافظة وتزويدنا بكوادر إضافية ساندة لعمل مفوضية لغرض إنجاز هذه المهمة بوقت قياسي طيب ماذا عن تدقيب سجلات المراشحين في المفوضية العلية مستقلا ماذا عن تدقيب سجلات المراشحين هل هناك سقف زمني لها هل تم الانتهاء منها سجلات المراشحين تم استلام جميع قوائم المراشحين من مختلف الاتلافات الانتخابية والأحزاب السياسية وتم تدقيقها وإرسالها إلى المسائلة والعدالة وإلى القيود الجنائية وصحة صدور الوثائق نحن على تواصل مع هيئة المسائلة والعدالة أبلغونا قبل يومين أنهم في غضون أسبوع سوف تنتهي جميع تدقيق ملفات المراشحين من قبل هيئة المسائلة والعدالة وإعلام المفوضية بالمشمولين بقرارات هيئة المسائلة والعدالة من عدمه بعد ذلك سوف يتم المصادقة من قبل المفوضية على قوائم المراشحين وأعلانها أمام الرأي العام هل هناك مراحل أخرى بعد هيئة المسائلة والعدالة تمر بها أسماء المرشحين؟ أم فقط أهم ما يكون؟ نعم هناك المراحل تمشي بشكل متوازي سيد الكريم ما بين المسائلة والعدالة واللجنة الأدلة الجنائية التابعة إلى وزارة الداخلية وأيضا تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بصحة صدور وثائق المرشحين جميع هذه الإجراءات تمشي بشكل متوازي مع جنبا إلى جنب وصولا إلى تدقيق قوائم المرشحين وتصفيتها بشكل كامل ومن ثم المصادقة عليها بشكل نهائي كما في واضية انتخابات التحضيرات التي تقومون بها هل أنجزت أغلبها؟ لم يبقى شيء على الانتخابات متعلقاتكم العمل اللوجيستي وما إلى ذلك هل كل شيء جاهز؟ نعم نحن كمفوضية انتخابات قطعنا شوط كبير بإنجاز المهام وفق الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية وصولا إلى يوم الاقتراع حيث استكملنا جميع الأجهزة الخاصة بتسريع النتائج ووصلت إلى مخازن مكاتب المحافظات وإدخال البرمجية الخاصة فيها ومن ثم تدقيق قوام المرشحين ورسالها إلى جهاز ذات العلاقة بعد ذلك سوف نقوم بالمصادق عليها وأيضا أعلننا بقرارات لمجلس المفوضين عن البدء بحملة المرشحين ابتداء من يوم 10 أربعة ولغاية 10 خمسة أي مدة شهر نتيح للمرشحين لغرض أظهار الدعاية الانتخابية وفق النظام الحملات الانتخابية المقر من قبل مجلس المفوضين نحن ماضين باستكمال جميع إجراءاتنا ووفق الخطط العمليات هي المرسومة لهذا الغرض في هذا الموضوع سيد معاني هناك بعض الخروقات كما ذكرت وسائل الإعلام وكما ذكر الناشطون بأن بعض المرشحين يقومون من الآن بالترويج بطريقة خارج ما وضعت لهم المفوضية كيف تعالج هذه الأمور نعم نحن كمفوضية انتخابات لدينا لجان لرصد المخالفات الانتخابية من قبل المرشحين هذه اللجان هي منتشرة في عموم مكاتب الانتخابية في المحافظات كل حسب الرقعة الجغرافية وترصد هذه الخروقات من قبل تلك اللجان وتزود عن طريق لجنة مركزية في الإدارة الانتخابية وتعرض على مجلس المفوضين لاتخاذ الغرامات اللازمة بحق المرشحين الذين يخرقون الدعاية الانتخابية بوقت مبكر قبل البدء بالحملة الانتخابية وعدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها من قبل المفوضية العلية المستقلة للانتخابات هناك شكاوى من النازحين بتحديث سجلاتهم والحصول على البطاقة الانتخابية وهناك أيضا بطاقات انتخابية في الأنبار الجديدة وليس المستحدثة فقدت كيف تعالج هذه الأمور؟ كإجراءات فقدان بالنسبة للبطاقة الانتخابية سواء الجديدة أو القديمة بموجب القانون يجب على الناخب الذي فقد بطاقته الانتخابية الإبلاغ عنها بموجب مذكرة إخبار من قبل مركز الشرطة أو المحكمة المختصة وإبلاغ المفوضية ومن ثم إجراء عملية طباعة بطاقة جديدة له وفق الجدول الزمني إذا كان لم يسمح الجدول الزمني بإنتاج بطاقة جديدة له فسوف يحرم من حقه في التصويت بالانتخابات لضيق الوقت بالنسبة للمفوضية لإعادة طباعة بطاقات جديدة وهذا الإجراء معمول به في الدورات الانتخابية السابقة والانتخابات الحالية بالنسبة لمستوى التحديث نحن أوقفنا عملية التحديث بالنسبة للبطاقات في محافظات معينة بحيث استكملت نسبة 98% من نسبة التحديث محافظة الأنبار بدأت بعملية التحديث بوقت متأخر فلذلك الذين حدثوا بياناتهم ما بعد 19-2017 سوف ننتج لهم بطاقة طويلة الأمد سوف تكون عاملة في الانتخابات المقبلة أما الذين لم يحدثوا بطاقاتهم ويمتلكون بطاقات انتخابية قصيرة الأمد فإمكانهم بتصويت بتلك البطاقة القصيرة الأمد التي يمتلكونها ولا تؤثر على سير الانتخابات المقبلة في سؤال أخير سيد معنا ألية الانتخاب الخاصة بعراقية الخارج كيف ستكون؟ كيف للناخب خارج العراق أن يحدث معلوماته وبطاقته؟ كم مركز سيفتح خارج العراق؟ نعم بالنسبة لانتخابات الخارج تم إقرار 13 دولة سوف نفتح فيها مراكز أو مكاتب لتلك الدول المتواجدين فيها العراقيين خارج العراق وأيضا ست مراكز اقتراع موجودة في ست دول أخرى فبالنتيجة يكون هناك لدينا 13 دولة فيها مراكز اقتراع منتشرة في تلك الدولة بالإضافة إلى ست دول نسبة العراقيين فيها قليلة مستوى التمثيل على مستوى مركز الاقتراع فقط قبل شهر ونصف بدأنا بعملية فتح التحديث والتسجيل الإلكتروني عبر الرابط الإلكتروني المنشور على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأيضا وصلتنا إحصائيات وأرقام عداد الناخبين المتواجدين خارج العراق عن طريق سفاراتنا في الدول عن طريق إزارة الخارجية سوف نقوم بمقارنة تلك البيانات وعلى هذا الأساس سوف يكون انتشار مراكز ومحطات الاقتراع في تلك الدول وآلية التصويت هي آلية التصويت المشروط التي سوف تكون المفوضية تعمل بها بسبب أن ناخبين في الخارج لا يمتلكون البطاقة الانتخابية أسوة بناخبين الداخل شكرا لك السيد معنا الهيتاوي رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات كنت معنا عبر الأقمر صناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر